موسيقى مساء الخير مشاهدين الكرام مرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم قصة الناس على قناة ميدي ان تيفي كنرحب بالضيوف لي معي اليوم داخل البلاطو جاءوا باش يشاركونا القصة ديالهم وهما اللي خدموا بزاف عطوا بزاف ديال الوقت والطاقة للخدمة ديالهم وقصروه في حق عائلتهم كنرحب أيضا بالحضور لي معي داخل البلاطو وبالأستاذ عادي العبادي مدرب التنمية الداتية اللي غادي رافقني اليوم في هاد الحلقة الخدمة نستاتني في عائلتي موضوعنا اليوم في قصة الناس مرحبا بك حليمة هشام عبدالصدق شكرا على الحضور ديالكم في قصة الناس حليمة قبل ما نبدأ معك القصة ديالك وكتباني لي يا سبرديلا والجين يعني مرات ديال الخدمة وقدة قبل ما نبدأ نخدم معاك نشي معاك في الموضوع ديالك نسوي الاستعادة العبادي على حقيقة بزاف ديالنا وكلنا عندنا طموحات عندنا انتظارات عندنا بزاف ديالتطلعات أيضا وبالتالي كان نحتاج بزاف تاعة الطاقة بزاف تاعة الوقت وممكن نغلبوا جهة على جهة وبالتالي ممكن نكونوا مقصتين في الحق لأسر ديالنا باش نفوزوا بالخدمة وبالفلوس وكذا وكذا هذا واقع تنعيشوه وكنتقسموه وتنشاركوه كاملين نهضروع لهذا المعادلة اللي بزاف الناس ما سيقدروش يحقوا التوازن فيها نعم إذن في البداية شكر للانوهاد على الاستضافة قناة ميديان كذلك والشكر لجميع الحاضرين معنا اللي غيتشاركوا معنا القصص ديالهم اليوم والشكر للحضور الموضوع بطبيعة الحال هو موضوع اللي كبير مني كنقول لهم موضوع كبير يعني أن الناس كلهم في الحياة كيسعوا أنهم يطوروا من الحياة ديالهم نعم طبيعة الحال كان إنسان راجل ولا مرأة فحنا كنبغيو أننا نكونوا حسن من البارح ونوصلوا للشيء أهداف اللي حنا رسمناه نوصلوا لها وهذا حق مشروع حق مشروع لكل إنسان مشي غير مغربي وإنما إنسان بشكل عام لكن منك يقول لي أنني كان ركز على العمل وكان ننسى عناصر خرى هذا كيخلق لي لا توازن كانوا لي أن إنسان ما متوازنش في الحياة وبالتالي كيدخلني المتاهة ديال المشاكل الإنسان طبيعة الحال خصو يكون عنده رطيبات علاقته بذاته هو كشخص ثم مني كان يجي الحاجة التانية هو علاقته بالأسرة دياله لأنه ما يمكن ليش ننجح أنا في العمل ديالي أنا أعطي الوقت ديالي كله العمل وأنا ما ننجحش في الدائرة اللي هي صغيرة لأنه نحن نبدأوا بدوائر كينا الدائرة ديالتي علاقتي بنفسي وكينا الدائرة الخرى اللي هي علاقتي بالأسرة ديالي ثم كتبدا تكبر مجتمع مجتمع العمال المجتمع بشكل عام إذن أنا ما يمكن ليش مثلا أنني نمشي نشتغل بشكل كبير ونعطيه واحد الوقت كبير للعمل ديالي وأنا الأسرة ديالي غير متوازنة علاش لأنني أنا هو الرب ديال هذه الأسرة أنا اللي كان ربي وغدا ولا بعد غدا غدا غنقول ولداتي خرجوا لي واحد شكل معين علاش لأنني أنا ما كنش معهم نعم علاش أستدى في مجتمعنا وفي بزرعة المجتمعات كلقوا ناس ناجحين مهنيا عمليا فاشلين عاطفيا أساليا كان نسبة للطالق بزرعة علمان أنهم ناس عندهم الفلوس عندهم إمكانيات وناجحين في المجاة ديالهم نسمعوا القصصة سي عادي العبادي بدأوا مع حالي ما لوقت كله للخدمة تتخدمي كل شيء وكتحاولي توفري الاحتياجات ديالك بأي طريقة بالليل وبالنهار تمارا بالليل وبالنهار ماكينا وتردو أنا في الأول وقعش موشكي أنا ولدت ماكينا معي التشيحة ملقيش باش نخلص الكرة منترج العليا خرجت شهرين باش أنا وديف زنقة عنده 16 يوم مكراها تخرجي الخزنين خرجينا شهرين وكان جمع كريت أصطاليش ولدي خدمت جارة ديالطانوبيلات أحدها واحد منها كأخدم بالليل كان خرج معتك 12 يوم أصطلنا عاسي ولدي كان خرج 12 يوم ديالليل تتخرجي معت 12 يوم ليلة الصباح تلخمسة الصباح ترجع تقوين دي باقي ناس ومعن كتخلي ولدك بوحده يكون صغير وورد الوليسة تخلي ماذا تكون في عمرو فاش ديك الساعة ماذا تكون عندو تلشور كان خرج كان خليه بوحده نحن الشور تصديع الولدو تمشي بتتصبح الجي كان رضو كان جزيران كان تتوسع لي لا كان لفاق غوط وليس حاجة غادي تخرج شي جارة وليس حاجة غا تنضي وإنما أنت نخرج أنا حفظ طلوس في استمدال وكان عاس ما كيفقتل تصبح برمجتي على أن عاس الليل باش تخرجين تتخدمي فيه مكع طوال واتين عاس تصبحت اه مسكين زي ما شوف أرب بارة صباح زي عما تقولي يا عمرو كيف من عسي مع ولدك في الليل لا تقررت وحش فيه شي عام ومصر عمين عام ومصر ما عمرو كيف من عسي حدا ولدك لا كان نجيب النهار كان نجيب النهار نعسي الليل وتشدي ولدك وتعني قنتي وياه وتنعسوها الصباح وتضربوا الفقه القامة مع أحد هذا شي ما كانش لا فقك يلقاني أحد حتى أنا كان نعسو وتمشي وكان خرج مني كان ندخل تلقاه باقي ناعز ومنت تخرجي حاليما وانتي مخلية تربية ديات الشهور هذا شي ده برافعة تغيط أن نحاول كنت نبعتش كتتحسي بالغبيلة كتحسي بالقهرة بالألم مخلية تريبية ديات الشهور وانتي خرجها تخدمي وهي قهرية نعسوها في الزنقة هو بقي اللي عنده 16 وينعسو الزنقة هذيك قهراء أخرى هذيك هذيك مصيبة هذيك نحسي خصها ما تكونش خصها ما تكونش خصها ما تكونش خصها يخدم خصها ما تكونش كان نجيب و كم ناس و كثير روعة و تاني كان بتدله لي كوش دياله و كنا نحط له والله أنا تندخل من دقودة كي نحيد السباط و كنا نتلع مكتولة دخلي يعني إمتى غتعطي لها دلولد هانتي كتوفري الكوش والحليب والخبز والماكلة ولكن إمتى تتوفري المحنة لأنه ده بنتي الأم أنا مشي الأب لأم إمتى كتوفري دعم المحنة لذلك الولد إمتى ردعتيه إمتى حنيتي فيه إمتى أشوف 16 يوم الأولى اللي إلي كنت كامل تحاك و أنت ردعته و أني من بعد مشى الحليب مشى الحليب دينا فرماسيان صار و الأخت ما شكي ما شكي ما شكي صافي إيوه من غير تكارت بشتاو البرد و عرفت تخل لون فكرت ندير ماكلة بنهار تأخذت الوقت تتفيقي من تسعود تتفيقي المساعدة اللي غير طيبة و اللي غير تخرجي تخدمي بها تتخرجي معا الخمسة و منص خسكة الصباح نيال العشية العشية كتكوني في الدارشة الطيبة و هذا و في العشية كتتخرجي تتخدمي حتى أني نفس الدكورت تدخلي معا الجوجة الليل دق دقا صاف ديما هنتخلي مدق دقانتي ديما هنتخلي مع الوقت لأني عندك الأعمال الشقفة متامرة ديما أخدمت عاوتاني مع واحد سيد الله يجزيبي خارب أخدمت معا واحد ثمان سنين عاوتاني و اللي و اللي عطفالية بززاف قاعد فخدمتوه و الحمد لله الحمد لله و أني نفس الدكورت تخده بعيد و كان جي عاوتاني كان خلي ولدي بوحده و بقا زمارة معمرو يعني وليد معمرو ما رتح معاك ولا طول معك شوفة بساك تجيز كل مرات في حياته الموخيام عنده خب 16 عام دا بس بساك تجيز كل مرات الموخيام ما عماني إذا ما خرجت معا سافرت معا في ممثالية شلي ممثالية شلي ممثالية شلي ممثالية و أخر حليما ما زال نشوفه كما قال الأستاذ عاديل هذا ولا توازن إنسان هو تضرب تمارك يجيب الماكلة و يجيب طرفة الخبز و ليك يرى حويش خريمة يعطيهمش و الحياة ما فيها شغير غير فلوس فيها المحنة فيها المحبة فيها بزاة تالي و دار و ريغت عنكي غيرت بوسي و ألني ما ماشي وحل وقت كافي ذاك شي بالوقت ما يشبعش منك و ما تشبعش منه و هذه المشكلة ما شي غير أنتي بوحدة العينة كلهم تخرجوا يخدموا و أدارة أولادهم تيعاني و مع هذا النقص شكرا نحلي ما ما زال نتذكره سيشم أنت بحري نهار كله و أنت في البحار و غطاس و رئيس الجمعية و عندك بزاف ديال الشي غالت بزاف دياله هذا الشي ممكن يكون يخليك مقصر في الحق الأسرة ديالك تماما تماما تأكيد تأكيد عود لي على تجربة كتشتغل في البحراء ما محددش ذاك شي كل مرة وش حال مرة ستتسويع مرة ثمية تسويع مرة ثمية ساعة كل مرة وش حال كل ليل في النهار ما محددش ما محددش على حساب تخصوص مثلا ما تكون بحر بحريف على ظهر المركب و لا شي حاجة كيكون ثاني مودة محددة و مني كتشتغل مثلا في الطحالة البحرية كيكون ثاني محددة بعد طحالة البحرية برتابط أوتوماتيك مو بالنهار كتشتغل بالنهار كتشتغل بالنهار أما في بحار تقدر تستغل بالليل أو بالنهار ما عندكش وقت محدد وش حال الوليدات عندك؟ عندي جوج بني يولي تبارك الله حضرت ليهم في أولادهم كنتي مسالي ليهم خرجتيهم لعتي معهم رضيتي مع الأم ولا غير ذلك؟ في الأول ما كنت مشتغل في القيطعة كنت مشتغل في قيطعة الهندسة المدنية في أشغال الأشغال كنت كتب نقل من دينة مدينة ما ما ساكنش معهم؟ ما كنت شاكن معهم هاي دبشي تساعة تسنين دبش استقريت دبش وش حال دي ما كانوش الولاد دي كساعة؟ دي كساعة كان الولد واحد كان الولد واحد قولوا تقريبا اشتمنية سنين دبش استقريت ممزين وكاكو كانت تقسير ما كنت نحس بي دبش ما كنت تخرج من الصباح ما كنت تروح تالليل؟ تالليل بعد نوبة ترجي تنعز ما كنت في قتل غد مع الصباح تاني كنت مشتغل في البحرة هكذا دوالي تقدر تخلي أولادك نعسين وفي الصباح تخليهم نعسين؟ بعد نوبة تجيل قوف لي نعسو في الصباح كي وقع بها كده لان تي حس الانسان انه تي حس الانسان ما عجبوش الحال طريقة لكي تجاوب معك باولدك بغينا نخرجو بغينا نصافرو بغينا نديرو هاديو وكا تتحقق شي بها ذا رغباتك تحس انها كين تقسير برغم انك تجاملو وكا تحاول تهرب من اجابة وكي يحس بك انت دي ما مساليش ودي ما العذر انني سنخدم عليكم وندير لكم ونفعل لكم تحاول داري الامر بها ذا الاجوبة بحاكم مع العلم ان ارى اجوبة جافة ما قلعنانا احنا عسك سقنع اولادنا احنا براس لكم تنتهربوا من الجاوب وهذا مشكلة نعيشوه كامل زمان كل شي اللي يخرج يخدم خصا في المدول الكبار الناس تخرجوا من الصباح ما تروح تل سبعات مئة الاشياء اولادهم امتا كي يأكلوا امتا كي تربوا امتا كي هذا امتا طبيع الحظين عكس على الولاد المرضوذي ديالهم عن نفسي ديالهم امتا كي حالف عمرهم ولدات كده واحد عنده عسى سنين والبنية عندها ستة سنين امم اذا حسيت انك راك الاب كان وما كانش حاضر وغايب كان تقصر اب الحاضر الغايب الاب الحاضر الغايب هو كان ولكن ما كانش وخاسي هشام شكرا لك سي عبدالصاد تنته الخدمة وشال الخدمة عندي ما نتسقراش يعني بعض مرات تخرج نقلب على خدمة خارج نخرج نقلب على خدمة وامتا ام تخدم ام تتقلب على خدمة اه ام تخدم ام تتقلب على خدمة ودارة ما تتكونش في المدام عندي خدامة عندي الولد الصغير شي بقى اكثرية مع جدا مع جدا امتا كتشوفون انتوما امتا انتوما كتشوفوا اصلا بتومرتك من الليل ليل معايش كتدخلو تسبعة تمنياوك تقدر قاعد جي وتعود تخرج عاو تاني شكو انتونا مراتك انا نقلب نجي ونعود تخرج عاو تاني علاش؟ وانو تقدر بدك مشاكي دير الخدمة ما تتكونش خدام ومتا تزويش تريع في الدار تهرب تخوي مش ما تسمعتي حاجة تزوي تهرب وبعد مرات تتجي حي تتجي ولدك تتلقى ما قريبش ليك بحلكتي مع هاده ما معلو؟ اصلا مكتربيه بكتعرفو انت اهدر بكتعرفو انت اهدر سنان بكتعرفو انت تمشى قليل مكتش خدامتي تزويتي تيبقى معاك فهذا ماكتش خدامتي تضل معي قليل مكتربيه همم بكتعرفو انت تقابه وتعرفو انت ذلك أتعرفو أنت المدام لا تستطيع مفاتش أساق على ماكنت تحفو لايه تقتربيه مهاتش كثيرا تتقصير مهاتش وانتظور أنت تستطيع ما كانت متأكسية بكتعرفو منتظور لدارك منتظور انت تولد فاش قبل ما تولدو الوليد انكم راكم مشغولي راكم امسالي شراكم ولا داكشي جا لا ماشي انت عارب انك خدام انا عندي مادام من مهارلوني مفاهمة على الخدمة يعني معاوني اذا انت تفكروا ان انا الولد غادت مشي يمشي عن جده ايكون عن جدهتي توصلوا حدسين شوية تولي دري عارف ماشي بحل حيش انا بالنسبة لي ان انا منطقة فين ساكني انا منطقة فين كابر فانا ازيد فاي يعني تعارفوني الناس يعارفوا الدري الصغير واذا با فكرت فاش ندخلوا الروض باش يتأقلم شوية مع القرايا باش تدخلوا مدراسة يكون شوية دري عارف شوية ماشي بحل خليتيه في الدار او صوتين واحد سن عابش بتدخلوا مدراسة تتكون صعيب علي مدراسة باش يتأقلم معا ولكن انت عبدالصادق انتك تجي تلي وك انت تجي اللي تكتها ربعة وثاني تتعا وتخرج يعني ذاك شوية ذا وقت اللي عندك ما تتعطرش تتقدر بعض مرة تخرج معك تقدر بعض مرة تتخرج باش يلقى وعد دراري وهذه تتعاوتيني بحالة تتعاوتيني بحالة تتعاوتيني تتحاوتيني تحايدوا بالليل متتكونش خدام شوية دلوقت ما تتعطيش لليه للمراتك شوية تتحس بالتقصير بأنك مقصرة من جهتها ولكن ما انت مدير ما تتلقى ما كينش مكراتيش ما كينش الباديل التالخدمة تكون عندك شي خدمة لي مستقرار خدام فادي تتنضم لوقت ديالك هاتش خدام ما السويع ديالك شمية السويع ديالك عن مرات تتخرج بالليل باش يتقلب على البريكو لا تخدم في غدا مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم والروض وتليفون ومعيشة وطنقل وكذا كل شيء يجبد منك أنت لا لديك إمكانيات لهذا الشيء والولد يجبد حواج وخرين كل الولد يصفر لي معناوياً كثير من المادية هذا هو المشكل في الحناية نعطي لأولادنا الفلوس ونشرون لهم بورتابل ونفعلوه ونقضعنا الود ونشفرج له ولكن هو محتاج لحواج ونصول الأستاذياء كأسياد بدي ولادنا وشخاصهم فقط نجيبوا لهم الفلوس ونوفروا لهم ونسكتوهم بالفلوس نعطوهم باش نعوضوهم الغياب دينا بالفلوس ولا محتاجين لحاجات نفسية دي لولدتنا التي يكون في تلشهور واللي في المراهقة صحيح، نحن هذا الألم نتكلم عن الإنسان بشكل عام عندنا الوهم دي لأن وليدتنا باش ما وفرنا لهم الأمور المادية راحنا ملكناهم ربما نحن نقررهم كنقولوا راحنا نقررهم كنكسيوهم كنوكلوهم ربما راح نصفروهم كما قالت سيدة حليمة قالت لك سيف توجوج مرات المخيم المخيم لا يغني ما كيغنيناش على حليمة لابدا الولد أنه يكبر نقسمه هنا العملية التربوية عند الأطفال عندنا من الصفر حتى الخمسة للسنوات الطفل هنا لا بد أنه يكون مع وليده بشكل منتظم ولا بد أن أمو أنها تردعوا لأن ناس العلم النفس يقول لك أن الإبن منك يكون أمك تردعوا كتنشئ بيناتهم واحد العلاقة دي للحب وخصة نعرفه أن الإنسان عموما كيف ما كان سواء كان صغر ولا كبير أنه كيبغي يحب ويتحب هذه الحاجة إلى الحب هي كان عندنا كاملين وبالتالي هذا الدري هذا لي وبما ممكن أم دياله خرجها تشتغل وبقى في نهاية الحاجة للحب قصة نعرفه أن عنده حاجة للحب عنده حاجة للطمأنينة أنه من يدخل للدار يحس بأن نوع دي للطمأنينة ما يكونش واحد نوع دي للخوف أنا مثلا قدر يكون في الدار ولكن كنهددوه كنقولوا والله مدتي هذه الحاجة تتوقع لك هكا والله مدتي هكا تنديلك إذا أنا واحد نوع دي للخوف كي عيشوا الدري داخل المنزل وخموا كينا بعد مرة كتلقى الأم كتقول لولادها حتيجي بباكم ونقولها لي كتخلات كي يقول لهم هنا عنصر ديال الخوف ماشي عنصر ديال التربية ولا كي بدون الناس يقولوا يا ربي ما يجيش ببا علاش لأن بباهم هنا ولا داك العنصر اللي كي يخوف ماشي العنصر لكي يربي ولكن هذي الناس عادل تبانوا مكرهين صحيح يعني ماشي اختاروا وكي المضطرين أنهم يخرجوا أنه مثلا تجربة ديال عم السادت المراقصات يخدمون رجل يخدمون جدا مسكينته هي وعيات بالتربية وكبرت جيل وجيل أو تاني مطالبة أنها تربيه جيل واحد داخل ولكن كيفاش داخل هاد الشي نديروا شوية توازن حنا في الواقع ننجي ونقضيو الغارات ننجي ونحبوه نحنو نديروا كل شيء نحنا اليوم كيما كان نقوله نحنا ولد اليوم ما يمكن أن نترجعوا لبارح نحنا في سيتياسيو ولا نحن في وضعية دابا هاد وضعية كيفاش يمكن ندبروها تدبير الوضعية عندنا رجل كي يخدم ولا مراكا تخدم وعندنا جدا إذن اشنا هم الحويش اللي كينين عندي أنا دابا اشنا هم اللي كينين عندي ندبرهم إذن غير ذاك الوقت الي يمكن أنا نرجع فيه للدار على الأقل نبدأ نخصص وقت كما هدى السيعة السطح قال أنا منيكن نجيب بعد مراكا نخرج هدك الحب وذيك الطمأنينة وذيك الحاجات اللي كانت كان مخصوص فيها طيلة اليوم كله رخصنا نعرفوا بأن الوليدات إلى حدود خمس سنين كيحتاجوا 12 ضمة خصو نديرولو 12 تعنيقة 12 تعنيقة نقول لعزيزة بابا عزيزة بابا 12 مره في النهار كان ديروش 12 تعنيقة جيبينلو انت 12 تعنيقة ما ديك لتدسوي زينا 12 تعنيقة باش الناس يبقاوا 12 تعنيقة خاصهم وقوب لالوليداتنا باش يحسوا بالدفء والحانان وأننا كنبغيهم وما كنسي يبغيونا نزيدوا حاجة أخرى عندنا واحد نوع ديال الجفاف في مجتمعنا حتى في الكلام الكلام ديالنا العاطيفي قليل حتى احنا غير رجل مع مراته يبغي يقول لها أنا كان بغي كلها تقول له بعض مرة واحد سيد كي يعود لي واحد سيد كي يعود لي واحد مرة سول مراته هو عاطيفي شوية قال لها هو عاطيفي مغريبي مغريبي قال لها وش كتبغيني سنو مغربة شوية خاص حينا كيد حك قال لها وش كتبغيني شنو قاتلو قاتلو وش بل إذا هنا جفافة كان واحدنا وعدين الجفاف وبالتالي خسنا يتربى عنده وليداتنا إذا ما يمكن لناش وليداتنا يكونوا عندهم هاد الوفرة العاطفية يكونوا عاطفيين وإحنا جفافين أكيد شكالك السياديد نازل نتكروا لحظات مشاهدينا ناخدوا فاصل إعلاني ونرجع ونكملوا قصة الناس نكملوا قصة حالي ما نهضروا على الأستاذ قبيلة هدار على التدبير ديال الوقيته فاشكال تجي للدارك هانتي يجيتي هانتي دابة بقالة بترس برديله وتجين ومتأكدها تخرجين من هنا غالت حيدي جلبة باش تمشيت تلاحفة في تمارة وكذا ومينتها الدخلي للدارك هات ناشرة تعنيقة منبوسو ولدي حبيبي اللعبو ترقشاوش منتي كتنعسي ترقا ناعس تدخلي مع طلا تدخلي مع طلا ولكن تالين الولد عنده خمستاشر عام دابة عنده خمستاشر عام ما كتحسيش بلك كينا ما مرسافة بينك وبينو ما كتحسيش انه هو شد قنت وانتي شد كل واحد شد بلد حسا برشي بعودي لي على هذا ما كيسمعش لي ما يسمعش لي لا وره بقى نهضرت الصباح ما ما يدياش فيك ما يدياش فيك ايه الفلوس خس كي نجي تعطي الفلوس خسنين حط الفلوس الماكلة ضروري اه الماكلة ايه الماكلة ومشي تي بزز عليا تي فهم الوضعية تي كون واني الماكلة ضروري ايه ايه اصلا انطرت الخبز التي يخرج ايه كي حن فيك تحسي به او لا ودرويش برويش احنين ماشي يروون تيسمعش الهضراء راسو فيا قاسع يقولون عقل ورا ولا راجل ولا عبدوش تتشنع ورا حمستاشر عمال يا راجل لا مازال لا تي فخريش دابوزي يكنا بغي بليتم جد عليك ايوه اخديتش تريبورتر اخدالي واحد نصراني بشك انشلال قلي وشنو بغيت يدي نتلمون انشلالي تريبورترش حبي راضي نوفر الوقت ساعاتها هو فيقمل اربعات سبعة خسين خمسة ولا اربعة ونص نكون في المارشي دي الخضراء ندخل لنخدم نتخل لنخدم نتخل لنخدمي نتخل لنخدمي وشنو بغي نخرج كنخرج معي شي حاجة دي سيل كنخرجان بيعا وبقع بشان يتلل اتناش دليل ومعادة ببعتش من الربعة ووست الصباح اللي كتخرجي من ذلك اه من الربعة ووست الصباح احتل طماش دليل اه وطماش دليل اه وطماش دليل اي كانش الطريق حتى كنت نسكن فرباط ومن بعد رحلت مرباط هل فيال تنتمار PAC عندك من 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 اه حتى eternity الصرف 글�alta انا دخلتنا لي الذي تشكلها في الوحدة دليل احتيت تندخلت تالقا دى نا عزة الناس نا عزة كتها stal كان في أقف صباح احتيت تلقاه الأعز تحن خلاه يا Conservatives لا يوميا 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 ال Rimani دين المترجم هل تطبخ مازدا جارس مازلا تطبخ من المرشيد الخضراء ومشيت المرشيد الجيز مزيان تدخل تسالي مع الجوش واني فيه تامارة مزيد واني مزيان واني هلك لي الموضوع مقاش قادره واني تحلل القادره حياتك تشوف رأسك حليمة من 31 و34 سنواتك 37 يوم واني هكذا او كيفاش مكانها تتحنة 20 أو 24 ساعة مان شو كتبالك رأسك اتبقى صحيحة اتبقي صغيرة اتبقي والدك غادو تتمجهد ولدك غاديو الطالبة تديروك تكتر وكيقرأ ياك تيقرأ غاديو تيكبر غاديو كذا ما كتتحسيش أنك ممكن تضيعي ولدك رأى المشروع الأكبر هو تصر بيد الويد أنا بديت ويد من يمستقبال وما يدعش بحال اللي ضعت أنا وصف إن قرأي يمستقبال كدبسو تذكره شوية أنت ما تتلقاوش حتو مراهق هذا بقوليش كريح معنا دابا حالين أعطيته شوية الوقت لأن هذا سلم راهقة عرفت الحاليش غسنين مقف حداهم حذ بقيتها كتكتكتون كيقلبو على التعويض في شي بلاسا أخرا لا 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 كيقلب عالحب في شي بلاسا أخرا تيقاف الرفاقة تيقاف القراءة تقال لا يحفظ في شي بليا وحد أخرا هذي الوقتها هو نبلي بالبحر كيبشي عوم منشكي كيبشي عوم مرا كيبشي صيد ديك الغلوطة على شوش ميتها كيبشي لبحار كيبشي قولي يام شبشي بعبو زروق أنا قربت للبحار. على ما كنت في المعرأة. قربت لهواية دياله. قربت لهواية دياله. كنت حسيب شعور بالدنب تجاهد الولد. أنك قسرت حق هذا الولد. لم كراتيش. نفسي أنا سي عادي للشعور بالدنب يكون عند أمهات والآباء. كلنا لدينا شعور بالدنب. لا يمكن أن يقرر صورا. كلنا نخرجهم الصباح تنجو تلعشية. ذلك الشعور بالدنب يمكن أن يعدب الإنسان من الداخل. يمكن أن يمرضه من الداخل. حال شكل ديال حاليما. اللي كانت تخلي ولدها ناعس وتلقاه ناعس. مثلا هذه الحياة تالين. هذه المرأة تبقى بمستمرة. صحيح. بالنسبة للحالة ديالحاليما. حاليما وخا ما كانت شكا تعيق. ولكن رأى واحد جزء كبير في التربية ديالولدها كانت مزيانة. لماذا؟ لأن ولدها الآن عنده 15 عام. وكان نشوف بأن السلوكات دياله رأى سلوكات معقولة. ما نقوله السلوكات اللي هي خيبة بزاف. البلية ديال البحار. أنه رأى كيقراء. غير بالنسبة للحاليما الآن الشعور ديالها بالدنب. باش تحاول أنها تقتله. لابدى أنها تشوف بأن ولدها مع تاتوش الوقت دياله في الطفولة. الآن في المراهقة. لابدى أنها تحاول تعوضه. لأن ذلك تعوض هو اللي يخلي الشعور بالدنب أنه يبدأ ينقص. لأن الشعور بالدنب. الله يحفظ. نهار غادي تلقاه مشاليها. نهار يمشي لها الولد. لماذا؟ لأنه حاجة ما أعطيتها أنا القيمة. ونحن نرغل تمشي لها. وننسوي الدباء حاليما. حاليما ده بنقوله بالنسبة لعطينا مشروع كما قالت لنا هذا الدباء هدرت على أكبر مشروع. إذا أعطيناك حالي دباء مشروع الراس ماله واحد مئة مليون سنتيم. إش حال ديال الوقت تعطيه؟ في النهار؟ مخندوق. يعني ممكن تعطيه عشرين ساعة في النهار. هذا مئة مليون. والدك هو قل من مئة مليون أو أكثر من مئة مليون؟ أكثر. ولكن كنشوف بأن والدك تعطيه ثلاثة ساعتين. يعني هو يجينا نديره الميقياس ديال شحال كيسوة؟ ما سويش مئة مليون؟ ما يكون ساوي ربعات المليون؟ ساوي ثلاثة المليون؟ إذا هنا الميقياس باش يبالك بأن شحال ديال الوقت تعطيه لولدك؟ شحال كيسوة؟ هذا أول ميقياس باش كنقيسو. وبتالي انتي فترة مراهقة. ولدك فترة مراهقة؟ كما قلت لنه هذا قبل قليل. أن لا بد أن نعطيه الآن وقت. لأنه غادي يمشي الحويج غرين. واحد النهار غادي يكون أصحاب غادي تكون مخدرات غادي تكون بنت. بالزاب ديال حويج ممكن أنها تجره وما يبقاش يشوف فيك. لماذا؟ لأنه ما تعطيهش الوقت اللي كان خطيه يتعطيه. الوقت فيه طبيعة الحال الحوار فيه أنني ماشي غير فلوس ممكن أنك تقرب منه وتسمعي لي عنده هموم عنده مشاكل. إذا هذا كله غيخلي علاقة بينك وبينه غايت تقرب أكثر. العلاقة مع الوليدات دبع عشر سنين وست سنين. واش مازان تغادي في نفس الرسم في الحياة ديالك والإيقاع هو هو خارج الصباح ما ترجع تالليل. ولا خسك تخلق تعطي الولادك الوقت وتخرج معهم وتسمعهم وتنظر معهم. يعني تكون الأب الحاضر ماشي اللي غائب. كنت منه يكون ذلك ولكن دبعا حاليا تزادنا النشاط النشاط ديال الجمعوي تزاد الوقت الكامل اللي كان باقي. مع العلم أنه كان وحد الوقت الخرق تستغلو تاني في التواصل من ناحية الإعلامية مع جمعية خراين مع طلاع الأخبار التي كانت تتعلق بالقاطع ديالنا. ولكن انت كتتتواصل على بره والدخل ممتواصلش. ممتواصلش. ومحققش تواصلها بينك وبين راسك وبين ولادك وممتواصل على بره تتتواصل مع النس. لماذا؟ مش كالفلوس؟ مش مش مسألة الفلوس. عندها واحد نسبة. ومسألة ديال إنه استمرارية في القطاع. القطاع العمل الجمعوي؟ العمل الجمعوي في النشاط يتمارسه. يكتجلب المال. إيه؟ يعني هو اللي يجعل القطاع ديال الأسرة استمرار. غيرك مش كالفلوس في العشية مثلا. بحل ما تتخدم من صباحة السبعات الثمانية تدخل الدارك. تماما. يعني غير من ذلك الثمانية تتعشى مثلا مع أوليداتك وتفرجوا في تلفازة وتضحكوا وتلعبوا. شدرتين تافلانة؟ شدرتين تافلانة؟ وشنو هنديرو غدا؟ شنو ناكلو مجموعين؟ إلا ما كناش نفطرهم مجموعين تنتقدون مجموعين؟ نتعشوا مجموعين. بحالك شلقويمة اللغة الدار في الغداد الدار في العشاء. مثلا. علش ناديرا؟ ناديرا فيما كيبقى. ولكي فيما كيبقى كنحاول نستغلو الماكسيمون دياله. ما أمكن. وراز عما أوليداتنا رايح يحسبون على هذا؟ تماما. تماما أستاذ عنا ممكن. نتمنى وش أن أولادنا يكبروا ويكبرهم المجتمع ليكبرهم. نتمنى يكونوا أولادنا كابرين بوحد المنطيق اللي يكونوا كينفعوا المجتمعين في نفسهم. يكونوا صالحين. يؤديوا برجسالة ديالهم. القرية ديالهم غالي مزيان وليداتك؟ الحمد لله. ممكن مشكلة. يعني دهما بحال أنت الأم هي اللي على الدرك. اللي كتربي بزف. تماما. يري وكل الدقب ده بكل. يري وكل الدقب. ماشي بحال مثلا حالي ما الأم والأب هي وكنا جوج يلدق. ماشي غي يدق واحد. تماما. أنت محدود أنك للمراكة تهز شوية. تماما. نعم. نهضرها أستاذة عاديل على المرأة اللي ما كتكونش خدامة يعني الراجل شويس يكون محدود. لو بدها هز عليه شي شوية. صحيح يعني ما كتكون المرأة في الدار كيكون عليها واحد الدور اللي هو كبير. وكونوا على يقين أن من بعد كتولي الأم حتى هي كتولي كترخي. علاش؟ لأن عليها كما قلتي عليها الدرك. مني كنقوله الزواجر كنقول الراجل ومرأة. الراجل عنده واحد الدور اللي كيديرو. ربما خارج البيت وكيكملو داخل البيت. والمراكة تدير ديك عملية التربية داخل البيت ولكن راكت عياء. ربما السيشة مدابة مني كيهدر وكيقول لك أنا كانت منه. نبغي نقول لي أنه يخرج من الدائلة. لأنه كان في الحياة عندنا الدائرة الليولة هي دائرة التمني. كان بقوا وكانت منه. جزاف دي الناس كيتمنه. ولكنه كان واحد دائرة أخرى اسمتها دائرة الفعل. نحن ندخل ندير شي حاجة. إذا قلت أنا الآن في واحد الوضعية. إذا قلت أنا السيشة مدابة. وش ممكن يغير ولا واحد في المئة في النهار من طريق تتعامله مع ولاده. واحد في المئة. سهلة ولا ما سهلش؟ يا سهلة. سور معي عام. ما سنبدل؟ أنا بدل تلتمية وخمسة وستين في المئة. أكيد. إذا أنا أخذ قرار دي الأناني بغيت نغير. أنا بالنسبة لحالة دي السيشم هي حالة دي الاستقرار. إنسان خدام مع ولاداته. ولكن هو عنده واحد النوع. لغا نديره لها القراءة. عنده واحد النوع دي الأنانية. كي يشوف راسه. وما كيشوفش ولاداته. وما كيشوفش هذي كسيدة. أنا هنقول له دي الراسك براسة مراتك. اللي كاتيقرس النهار كله. هو ربما يقدر يجيب ليه ويقول لك سدعوني يا فراسي. هذي كسيدة اللي كاتيقام معهم من صباحة العشية. قصة تلبس وقصة تصبن وقصة تطيب وقصة تسيفة المدراسة وقصة تجيب. إذن هنا غا نقول للناس كاملين من خلالهم السيهيشام. أن الأب قصو يرجع لداره. ويتحمل مسؤوليته باش يدير عملية التوازن. لا يمكن لش نعطيه في العمل الجمعاوي. لا يمكن لش نعطيه في العمل إلا ما خديتش الدائرة الليولادية دائرة دل الأسرة. ننجح فيها من بعد ننجح في العمل من بعد ننجح في جميع المجالات الأخرى. أكيد نعم شكرا لك سي. عبدالصدق نهضروا داب على تدبير ديل الوضعية اللي نتوما فيها. واش غا تبقى دائما هي المراخ الدامة وانتا خد دام والوليد عن جدا. وتي كبر بلا بيكم وغادا الأمور. وحن نار تهدر معاه ما يسمعكش. حال فأمرو والدك دابا؟ عنده داب ربع سنين. عنده ربع سنين. وربع سنين كما قال الأستاذ من زيارة وتال خمس سنين ست سنين. ما في انتي تبنى بنادم. لا بنيتو شي حجرة بنيتو. ودابا الجدا يريك تبني. تبني الجدا بتعقفتها بعقليتها بعقليتها بقناعتها بتطربيتها. ذاك شي اللي عرفات هي ركت تقدرش نار انتاك تتفاجأ بشي سولك فولدك. تقول متى مكرا دارت تتربي الولد على هالطريقة وانتا ما كاينش. تتفكر منانو قدام بس تحلد المشكل ولكن تتكير واحد يتتفكر فيه. هو تبشي تهاجر بش تخدم في بلد خورها. تزيد تغيب؟ تزيد تزيد المشكلة يتفاقم كتر. معلوم. تتهاجر هذه الساعة ولي المشكلة كتر. ما زال هذه الساعة تتكون وتتجي واحد الفترة. ما لا هاجرت يرا تقدر تتهاجر واحد المدة تجي تقاول تتغيير سولك ديارو. تغييره بزر تحويج في هذه الساعة. تقدر ما تتصنع لك. ما يعرفكش. وكي انت بغي تتسافر من الاجل لي هو. انت بتهاجر لي هو باش توفر ليه. توفر ليه الساكان. توفر ليه قريات. يعني انت غيب عليه هو. وما حاضرش لي هو. وما كتتواصلش معه. لي هو. وكي انو انا ما عافش الاشي. وما ما فاهمش. هو بغي يدخل لي العم معه. خصة الولاد معه. تكون صغير تكون شوية. تخرج انتويات تدي معك للقرواة. لذا بانك تما خدام في شي حاجة سيضل معي النهار كام. اه. تخدام ونا عندي شي بريكول تنشي تلعشية. تنجيف عشية أو تاني. تنبين خرج. هذيك اللحظة اللي تنخرج. يفين تمشي نشوف دراري على الحساب. لكن شي خدمه في شي بلاسة. وليش بريكول في شي بلاسة. حيث انا خدمه دي الراسة. ماشي خدم شي حاجة. تنضير المجارة خدمه دومين دي الراسة. من النهار كنت تنخدمه دي الراسة. لا غاية نقول زعماء وقت ما جيتين. تقول مادم تخذوا الغارة زعماء. فانت كيفاش. وخاتت جيو تلس بعد العشية. بحل يقول تلسيه. مواش كتديرو مثلا لعشة مجموعين. وتاكلو. تتكون تتكون لعشة مجموعين. وتلعبو مجموعين. وتلعبو مجموعين. كان لديك غارة استخدمه تكون دجال بأسرا. تقضى خدمة وتضيف تحصل على الرجل. أحتفل معه UN neutrالي قابل في الخدمات. تم واضح خدمة تحصل على الصوف أسرا. عط عمل علي من السع bru. وشيك نشوفو تنعيشو الراجل داخل تكونوا عليك الضغط من الداخل يفجر من برا تتكونها سبب مشي شي حاجة بسيطة تقدر تنفاجر عليها انت عامر انت عارة مشي مشي الخاطر يوه ولكن تالين زعما انت شحلف عمركال صدق ربعا ودلاتين عام عندك الحلفة في الدك باقي صغير مجوج عندك زعما الحمد لله قال العناصر ديال انك تعيش مزيان كينا كينا يحسك ما خاصك سي شي خير العمالي شوية الخدمة اللي مش يقارة الخدمة يعني تتخدم هذا مرة تتخدم شهرين تتريح شهرين تتصور بشهرين تتصرفوا بشهرين وكا محافظوا في الدك كينا بعد مرة تقعش تتريح ما يلا تتلقى باش تتسير ويلا ايش منت تتريح لم قاد تقول كتريح تتريح من الراحة تخلى ما تتكونش كتجان اتترك مرتاح لانت مريحش ترك مع الدب لا مريح من الخدمة ونفس الوقت ما مرتاحش في مباردية أريد أن أخذك، مريح أو لا مريح لا مريح عندما تتخرج الصباح يتقلب على خدمه عندما تخرج تتقلب على خدمه عندما تتقلب على خدمة عندما تتقلب على خدمة يعني أنت الوضع الذي فيه لا أراده لا حاولك رأسك وهذا شيء ينعكس به حيث يغير تتناكس لك هنا هو بابا وبابا جيد يخدم هنا يا ماما وما تخدم هو رميش شروف هذا شيء كم يباو يضل لها مع جدا صباح صباح الله شيء يبقى كنت أنا مخدام كيف عملت؟ كيف يمكنك التفكير من الإنسان؟ كيف يفكرون؟ كيف تباللوا أباء؟ نحن يمكنك التفكير في الهجرة وفي نفس الوقت تفكر له تقدر تسافر وتغيب في المدة العام والعامين تجي تجي تنبع تلك الطبع الذي في عالك لا يريد أن يكون فيك تقدر أن تكون في عالك لأنك لا يمكنك أن تكون معا تتحمل مسؤولية أمتها ما شي هو لكن أنت كين مع دابوا لا تتربي مواله شوية مقصرين لحسب المستعطاع لحسب المستعطاع وتقدر كسر من المستعطاع يخصوه يخرج شوية من دك المستعطاع والشي يعطى الله والكتاب وما كانش ومريح وصوه واحد يتحرر شي شوية لأنه عندك مشروع دي الولد كتبني فيه وانت نجر وحرية فيه وكتعرف شنا غير طبعا إلا لبغيت تديرها كتنقشها وكتعطالوا وقت ولقانا وكذا عاد مشروع دي الوليد غادي لنقطة دي قلتيا السياة قبلت نقش مع السياة دي الآن لعما في ظل الحمدول الأدب التكنولوجيا والتليفونات والواتساب وكذا واخد نغيبه ممكن يكونوا سنعوضوا نصفتوا التصوير بنتي فينا كلتي ما كلتيش يعني كنا الوسائل ديال تعويض ديالا بغينا في انتظار ندخلوا للدار ممكن تواصلوا وممكن ندروا بزر ندروا على التقنيات اللي ممكن تعوضش شوية ما يمكنش تعمر ولكن على الأقل بطبيعة الحال التليفون واتساب هذا كله إيجابي ولكن لا يغني على الحضور اليومي اللي يخصي يكون في الدار هذا كيقرب يعني كيقرب المسافات اللي يمكن تكون يعني ممكن مثلا أنا في واحد البلاصة ممكن نصفتوا اوديو ممكن نصفتوا مقطع صوتي ممكن نعبر على المشاعر ديالي لأننا غانعود نقولها رحنا عندنا الشح في المشاعر إلى غير أنا مثلا غان نصفت البنتي ولا غان نصفت الولدي نصفت له واحد للمقطع صوتي ونقوله في المشاعر ديالي إياه وشتك وراء غير بعض الظروف وكادة ألاش بشيه 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 خاصة الناس كلهم يعرفوا بأن الإنسان بشكل عام هو واحد الكورة ديال المشاعر أه الساعدة رأها مشاعر الفرح رأها مشاعر الحزن مشاعر الغضب مشاعر أدو كلهم مشاعر يعني هدوك المشاعر لابدأ أننا نكونوك نشتغلوا عليهم بحالة وولدك هو واحد الآلة وانت كتضرب المقاطع الموسيقية اشتبني كتضرب بحنية ركعتك مقطع موسيقية زوين إلا خديتي لا قيطار بختي كتضرب كتسمع الصداع والهراش وبتالي وسائل ممكن أنها توصل هدو المشاعر لكن منك يكون إنسان حاضر معايا بنتي ولا ولدي وكان تكلم معاه وهو قدامي ولا كان حضنه هو معايا وأنا هنا كتستحضرني واحد سيد كان عافو شي مرة بنته كبيرة بنته تقريبا عندها واحد تسعتاشر عام ومشت كتقرة في الكلية في مدينة بعيدة عليه وقلس أنا قلس معاه في غرفة ديال وجت البنت البنت دخلت ويعنقها واحد تعنيقة تعنيقة حارة تسعتاشر عام قلت لهنا الحاج وبنتك عندها تسعتاشر عام ومزاكت عنقها قل لي واشغل نقول لك أوليدي قل اللهم نعنقها أنا ولي عندنا قل لي شي واحد أخر وبالتالي مني كانت تكلموا على هاد الحميمية لابدى احنا عندنا عندنا هاد الشح الحب غا تقلب عني بجا واحد أخر احنا كان نقولوا عندنا هاد الشح علاش لأن نحنا ما مل فينوش ناس خلين عندهم وبالتالي القادية اللي ذكرت أنتي مع السي عبدالصادق أنه مني كانت قلسوا غيفة طبلة ديال الماكلة ركدوز ركدوز هاد العلاقة هادي بعض مرة ركدلقى ناس كي حسدونا على هاديك الماكلة اللي كانت جمعوا عليها اللمة طبلة ديالنا كي يقول لك أنتم معشرة وكاتاكلوا في طبصيل وكل شيء كي يشبعوا وكل شيء وكانت جمعوا وكانت داولوا إذن هذا كي يعطينا احنا كمغاروين الحمد لله عندنا هاد الخصوصيات وخصنا نحافظوا عليها ربما مني كان نكونوا غابرين ركدوز الولد كيتغدى بوحده والمرأة بوحدها والراجل بوحده وبالتالي كان نمشي ولكن هار جمعك كان نجمعوا لك سكسو عند الوليدة ولي عند الوليد الحمد لله لأننا نبقى وقت نحافظوا على هذا الظروف شكرا لك أستاذ عادي العبادي مشاهدينا نستقبلوا أيوب الشاب اللي كانت يشوف الوليد ديالو جوج مرات ثلاثة المرات وسيغيب فترات طويلة ناخدوه بعد الفاصل أيوب مرحبا بك ناربتك أيوب نتكن تشوف الوليد ديالك مرات في الشهر ولي ثلاثة المرات في الشهر يعني غيب ما كانت الخدمة أو ما كانت يغيب الوليد كانت الخدمة خدمة في مدينة وحدة أخرى بعيدة لك لا ليس بعيدة لك أقدر أن يكون في مدينة قريبة وأنني وقت يجي ما كان نشوفه يعني يجي مثلا في الليل ومشي الصباح وشاني كان يكون أنا ناعس وليس عودة لا ألقى هل يجب أن تقريب حالك كيخليك ناعس وإني هذا شيء كان يعني هذا شيء كان حسيت بناي في ذيك الفترة ديال المراهقة أي يعني الفترة ديال المراهقة يعني ما كانش مراقبة ليا أنا الوليدة كينا أه الوليدة كينا يعني ما كانش كي يراقب يدا يسول علي في المدرسة حمشيني كان كي يجي وخصك شي حاجة داللي خصك يعطيها كيشوف غير كوزينة شنو خاص اللاجعة عمار وصافي وانش عش نو خصك اللي بغيش يعني عطيها لكي يراقبك يمشي معاك المدرسة ولا هذا ما كي ما كي يديرها ما كي تخرجوه بجوج مثلا يديك معاه تمشو بجوج للجامعة تمشو للقهوة تمشي معاه أنا عارف تخرجو بسارة يكون قليل أه يكون قليل قليل خاصة تديك المرحلات المراهقة إنه كنت صغيرة تخرجت لعب الكوران تباك في رأس الدرب مثلا أنا عرفت كوران كان كم خرجنا كم شوية واني المراهقة ذلك المرحلات المراهقة يلي كانت مهم المهم منتأ أيو كانت تحسس بجي ما شبعتيش من ببك لما شبعتش من ببك غير واحد المرحلة فين حسيت كنت كان خصو يكون معايا ويراقبني يعني ما كانش وماشي خاطر يعني هو تورغا دي كي يخذان باشي ما تخصني نتاشي حاجة تلقالي العذر أنه مسكينر على ضرب تمارا يعني ضرب تمارا على ودي ما يخصني لحواج لماكل لفلوس أي حاجة بغيتها كيوجد دالية يعني غير ديك المرحلة دي المراهقة كان عليها يراقبني يمشي ما كانش كيسو عيه في مدراسة وانتش المراهقة صيما ربقيتش كان تبع القرايا دي المزيان صافي من مكتبعش القرايا واخكت نجح ربقاش يعني وصلت لباك حصلت كثير طالع صافي يعني يعني وصلت لباك صافي حصلت ملقيتش يو ومن حصلت في الباك عجب بقلك وكيف شونا تنضرب تمارا وتماما تتقرأ وشوكاتا علي تحسن لك هو يقول لك يعني رك عارف مصلحتك يعني رمضان انت رك كبير ما تحتاج لي يقول لك وانت محتاج لي قولك يو وراء ضروري اه دبا دوال غرط دي انك وليدين اراء علاش انتدب معنا اليوم في الحلقة باش نسمعو رأسنا احنا ك سمعونا فهمونا بزاف الحاجات يعني يجب تكون المراقبة وشي يشو سو المدرسة وشي يقرأ مزيان وشي نقص في المدى وشي ندير لي يجب 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 المراقبة خاصة في المرحلة المراقبة يجب يجب مراقبة حلق تكون شددة عفك ببراق ابني عفكم وجهوني صوت عمار ولكن تدخل يتوق الصوت يا عمر كيف وستد عادي العبادي الناس اللي يسمعونا اللي ممكن يكون عندهم هاد الهضرات ويحسون بها انها غدل افتجاه لهم كيف يدبروا الوقت وخ خدام كل شي يخدام كيف 12 تعنيق اللي هدرنا عليها قبل الحضن لا يكون شح في العواطف توجه أولادنا كيف نعوضوهم كيف تدبير هذه الوضعية هذه نعم تحبت الآن على الحالة دي الايوب ايوب هو واحد الانسان اللي عنده ذاك الحس انه كيرد شوية المسؤولية الراس وكيرقى لعدر الوليد ماشي الوليدات كلهم بحال ايوب كان واحد مجموعة دي الناس يوفروا لهم مجموعة الأمور ولكن هو متمرد دي ال ايوب ان الناس ما نبقىوش نربي ولادنا كجسد كشكل لان احنا الجلبرة ما نفرتوش فيها الماكلة ما نفرتوش فيها الباس ديالهم خسو يلبسو ديالهم نظر على وضعيات خورا وناس خورين اللي كي يخسو والدو يكون لابس من الفوق تلتحت سينية سينية ولكن كلقوا بأنه ما كيغدهش ديك النفس ديك الروح للداخل علاش لان اصلا هما الاباء ما عارفينش لبل المشكل اللي كانوا طيحوا فيه من خلال الحالات اللي كانت عاملوا معها ان الناس ما عارفينش مساكن بأن نرى ولادهم خاصهم هادشي ومن خلال الحالة دي الايوب من خلال الناس اللي قلسين معانا ان الولدات رهم اشخصيات رهم ناس عندهم عواطف رهم ناس عندهم احاسيس كما كيبغيوا يعمروا البطن ديالهم وليل كتش ديالهم رخصت القلوب ديالهم تعمر حاسيس ديالهم خصة تقوى باش نعطيوا ناس رجال ونساء للمستقبل اللي واكبوا الحياة شكرا بزاف الأستاذ عادي العبادي شكرا لكم الشباب اللي حضر معنا اليوم ايوب شكرا لك سبارك الله لك على تجربة لعاوتي الناس يعمل الصدخ نتمنى تكون صفتي اليوم شاهدين اللي تبعتونا في هذه الحلقة الخدمة نسيتني في عائلتي كان هذا وموضوعنا اليوم في قصة الناس تلقى نهار وحدة أخر مع قصة وحدة أخرى باقي في الناس بسف ما يتعود بسلام عليكم شكرا